المعلق الإماراتي عامر عبدالله المري في تصريح صحفي قائلا اللعب في العراق بات متعة كبيرة ومشاركة العراق بالبطولات الأسيوية مكسب عندما تلعب مع منتخب العراق أو مع نادي عراقي في أرض العراق تشعر بالمتعة في كرة القدم حقا لأن حب الجماهير العراقية لكرة القدم وشغفهم وهتافهم وتشجيعهم لفريقهم هو هذا طعم كرة القدم قرة أسيا بأكملها عاجزة عن تصنعه الجماهير العراقية الإعلامي السعودي تركي الشديد في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا من الرياض عاصمة المملكة السعودية العظيمة لبلاد الرافدين أهلنا في عراقنا العزيز نستشعر الحب الكبير الذي تكنونه لنا ونبادلكم الحب ذاته ونستشعر الفرح الذي يغمر أهلنا في عراقنا الحبيب وهم يستقبلون نصرنا الكبير الذي يحط رحاله في أرض الحضارة والثقافة والتاريخ اليوم زرناكم في أرضنا الحبيبة وغدا سنبتهج بحضوركم في أرضكم والرياض العمل يعود من جديد في ملعب المدينة الدولي بهدف تجهيزه لمباراة القوة الجوية ونادي التيني أسير الترك مانستاني التي ستقام يوم غد الأربعاء السعودي محمد العتيبي في حديث قائلا جمهور الشرطة أرعب لاعب نادي المصر وأسيا كلها في مباراة الشرطة والمصر الجمهور العراقي رقم واحد في آسيا وهو الجمهور الحقيقي الذي يشجع فريقه بكل صدق وإفلاص النجم البرتغالي ولاعب نادي المصر السعودي كريستيانو رونالدو في حدث للصحافة الإسبانية قائلا أنا أعتذر للجماهير العراقية وسوف نكون قريبين من بعض في الأيام المقبلة تدهور حالتي الصحية قبل يوم المباراة كان سببا في عدم قدومي للعراق أنا جدا متحمس من أجل اللعب بوجود جماهير عاشقة ومجنونة في كرة القدم أنا اوعد الجماهير العراقية بأنني سوف أكون متواجدة قريبا في العراق الأسباب التي جعلت رونالدو يعتذر للعراق هو بسبب مشاهدة بعض الفيديوهات من الجماهير العراقية التي كانت ترتدي قميص رونالدو وتهتف باسمه طوال وقت المباراة وهو غير حاضر عكس الفيديوهات التي وصلت له من الجانب السعودي عندما كانت الجماهير متكتلة من أجل الحصول على بطائق التذاكر التي جعلت كاستيانو رونالدو يفكر بعد الذهاب إلى العراق وهو لا يريد أن يضيع لعبة في دوري أبطال آسيا المؤتمر الصحفي لمدرب التين سير الترك مانستاني يوزغليه جغلاديف لمواجهة القوة الجوية قائلا نحن مستعدون لهذه المباراة بشكل جيد لا نملك معلومات كبيرة عن فريق القوة الجوية ولكن شاهدنا بعض المبارايات السابقة لهم اللاعبون جاهزون لهذه المباراة ولا نعاني من غيابات أو إصابات لعدنا في العراق سابقا ونعرف الجماهير جيدا وهدفنا الفوز على القوة الجوية أرضي ملعب المدينة جيدة والملعب ممتاز والطقس في العراق لا يختلف عن ترك مانستان المحلل العماني سيف الجابري في تصريح صحفي قائلا أريد التحدث مع عضو من أعضاء الاتحاد الآسيوي وجها لوجه ويقنعني بسبب حظر ملاعب العراق وبغداد تحديدا بغداد آمنة والكل شاهد على ذلك جميع أعضاء الاتحاد الآسيوي يعلمون جيدا وخصوصا سلمان بن إبراهيم كلهم على بينة بأن ملاعب العراق جميلة وآمنة وكل من يقول العراق غير آمن هذا إنسان منحط ويكره العراق ومن يكره العراق يجدنا أمامه ومضع أصابعنا في عينيه تبا لكل إنسان أكل وشرب من أرض العراق وأستانس في بلاد الرافدين واليوم يرى بعينيه ويلزم الصمت ولم يقول الحق فيما شاهده داخل أرض الرافدين هؤلاء جبناء يجاملون على حساب الحقيقة وأختتم أفضل دليل على ذلك مباراة الشرطة والمصر السعودي الليلة الماضية كفاكم طعنا بسيادكم العراق حالة غضب عند جماهير نادي الهلال السعودي بسبب استضافة ملعب المملكة أرينا ملعب الهلال السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك وعدم استضافة مباراة الهلال والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا بعدها بأيام أول مباراة لنادي الشباب العراقي بقيادة عماد محمد بعد انتهاء فترة العقوبة من قبل الاتحاد الدولي منتخب العراق للشباب يحقق الفوز على البحرين بهدف مظيف في لقاء ودي ضن معسكره في تيلندا قبل تصفيات كأس آسيا للشباب سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي في المواجهة التي جمعت الفريقين في العاصمة بغباد ضن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وتواجه الفريقان على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بحضور جماهيري كبير بلغ ثلاثين ألف متفرج تقريبا وافتتح النصر التسجيل أولا عن طريق اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة أربع عشر من عمر اللقاء فيما عدل محمد داود للشرطة في الدقيقة أربع وعشرين لينتهي الشوط الأول ثم المباراة على هذه النتيجة وبرزت أربع عناصر في فريق الشرطة القيثارة الخضراء في المباراة نستعرضها لكم في سياق التقرير التالي قيادة مميزة من المدرب أحمد صلاح المدرب أحمد صلاح أثبت مجددا قدراته التدريبية العالية وأنه مدرب يستحق قيادة أفضل الفرق في العراق نتيجة قراراته واختياراته السليمة التي بدأت منذ منتصف عام الفين وثلاث وعشرين الماضي في بطولته الدوري العراقي وكأس الملك سلمام للأنديات العربية الأبطال صلاح رغم تأخر فريقه في بداية المباراة استطاع أن يجري التغييرات والتكتيكات اللازمة ليظهر فريقه بصورة أفضل في المباراة وبالفعل استطاع الشرطة تعديل النتيجة وكان قريبا في بعض الأوقات من تسجيل الهدف الثاني ليقود المدرب فريقه إلى بر الأمان جمهور الشرطة نجم اللقاء الأول النجم الأول للمباراة وبلا أدنى شك كان جمهور نادي الشرطة العراقي لوحات وألوان جميلة زينت مدرجات ملعب المدينة الدولي وهتافات لم تمتهي طيلة المباراة الجمهور الأخضر كان منضبطا ومنتعا وساعد بشكل كبير وحضاري في إنجاح تنظيم المباراة وإخراجها بأجمل صورة ممكنة وأسهم أيضا في تحفيز لاعب القيثارة ليتمكنوا من مواجهة ضعف اللياقة البدنية نتيجة ابتعادهم عن المباراة الرسمية لفترات طويلة موهبة اللاعب محمد داود إن ركزنا في ارضية الميدان فسوف نجد أن اللاعب محمد داود كان الأكثر نشاطا وفاعلية في صفوف فريق الشرطة العراقي ليس لأنه سجل هدف فريقه الوحيد وحسب بل بتحركاته واختراقاته اللاعب حصل على تقييم 7.6 درجات من عشر نتيجة نشاطه وفاعلياته الهجومية ليثبت نفسه بين الأفضل كما أن داود قدم أرواق اعتماده لدى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس خصوصا أن المدرب الإسباني يبحث عن مهاجم بديل فعال للمهاجم أيمن حسين بسالة الحارس أحمد باسل الحارس أحمد باسل قدم مباراة كبيرة وأسهم بشكل كبير جدا في حصد النقطة للشرطة بعدما تمكن من حماية مرماه من تسديدات مصر الصاروخية في اللقاء بسالة الحارس العراقي منحته جائزة أفضل لاعب في المباراة وهي مكافأة لمجهوداته الكبيرة وهدوئه وأيضا والثقة الكبيرة التي كفلها للاعب القيثارة الخضراء تيلة دقائق المباراة ليخرج فريقه متعدلا أمام فريق يمتلك عددا من نجوم العالم وسيواجه الشرطة فريق الهلال السعودي في الجولة المقبلة من دوري أبطال أسيا للنخبة في الأول من أقدم